التظاهرات ما زالت مشتعلة في الاسبوع الثالث في الولايات والمدن الامريكية التظاهرات الاكثر انتشارا وعنفا في امريكا منذ عشرات السنوات هذه التظاهرات التي تفجرت بعد مقتل جورجو فلويد المواطن الامريكي الاسمر على يد الشرطة واللي زاد من حدتها واشتعلها قتل مواطن امريكي اخر برصاص الشرطة ريتشارد بريكس التظاهرات خرجت في مدينة اطلنطا عاصمة ولاية جورجيا اللي قتل فيها ريتشارد تهتف ضد العنصرية وضد ممارسات الشرطة الظالمة مش بس في اطلنطا التظاهرات ما زالت مستمرة للاسبوع الثالث على التوالي في غالبية المدن والولايات الامريكية الرقعة الرقعة التظاهرات لا تنحسر حتى اللحظة بعد واحد وعشرين يوم الرقعة التظاهرات الرقعة التظاهرات تلك الاحتجاجات والتظاهرات التي تتصاعد تتزامن مع عزمة الوباء وهذا كان اخر ما يتمناه او يتوقع ترامب عشان كده كان اداءه سواء مع الوباء او مع تلك التظاهرات متردد متخبط عنيف يتراجع يتخبط صدم كتير من الامريكان ترامب فورتة كبيرة اعتقد مش مفاجأة ولا بقول جبت التايها يعني الاحداث والمصائب تتلاحق في وقت حساس جدا قبل الانتخابات الامريكية الحاسمة في نوفمبر عشرين عشرين واللي بتشير الاستطاعات حتى اللحظة الى تقدم مرشح الديمقراطيين اللي هو لا يمتلك كارزمة عية بشكل كبير جدا ويعني ده مش كلامنا ده كلام الناس كتيرة يعني بيتقدم مرشح الديمقراطيين جو بايدن على ترامب بفارق كبير استطلاعات انتخابات عشرين عشرين تحمل الاسوأ لترامب دي واشنطن بوست استطلاعات الجديدة ترامب يتراجع والفارق يتضاعف ومسؤول الحزب الجمهوري الاستطلاعات لا معنى لا الحزب بتاع ترامب بيقولوا دي ملاش معنى الاستطلاعات دي اذر استطلاع جديد ان نائب الرئيس السابق جو بايدن يتقدم بفارق اربعتاشر نقطة على الرئيس ترامب وهي نفس نتيجة استطلاع السيني ان الاسبوع الماضي الذي دفع حمل ترامب لانتقاد الشبكة بينما اظهر استطلاع اخر تفوق بايدن بمقدار اتناشر نقطة في حين يصر مسؤوله الحزب الجمهوري على ان تلك الاستطلاعات ليست مؤشرا ابدا على نتيجة انتخابات نوفمبر استطلاع بايدن يتقدم على ترامب بفارق ستاشر نقطة في ماتشجل استطلاع يظهر تقدم بايدن بنسبة 48% مقابل 36% لترامب وبايدن يتقدم ب 14% في استطلاع وسط الضواحي بس دي استطلاعات متنوعة من اماكن مختلفة لكن العام المشترك بينها انه كلها بتؤكد على تقدم بايدن على ترامب والحد الادنى لهذا التقدم 12 نقطة ترامب يبدو ان جاء له صدمة كبيرة جدا بتلك الاستطلاعات رد بتلك التويتا كالعادة يعني الاغلبية الصامتة هي الاقوى دائما انا اراحن على الصامتين ترامب لم يكتفي بهذا الرد توجه بسخرية مباشرة للمنافسه من الحزب الديمقراطي جو بايدن وزميله بيرني ساندرز كتبوا قال هناك ثلاث انواع من الناس اولها لا هلذا يدرون ماذا يحدث وأولئك الذين يقللون ممن ينجز وأولئك الذين ينجزون ما ترونه ويحدث قال له انت لستعمانه يا هارم قال له ابا استعماك قال له ابا استعماك الناس هتكتر الفلوس اللي انت الجزي اللي خطامنا السعودية تفضل تكتر فيها يعني اسم اه 들طل تكتر فيها من الجذات هاي الناس شايفولها الوضع هو بايدن خرج وقال لك أنه الأم ترامب لا يغش زي المرة اللي فاتت ويسر الانتخابات ده بايدن اللي بيقول بمناسبة التزوير في الانتخابات واللي بيواجه فيه ترامب تهمة الاستعانة بالروس لتغيير نتيجة الانتخابات الماضية أمام هيلاري بوتين خرج يعلق على مظاهرات أمريكا ويدافع عن ترامب وقال لك ترامب بوتين ترامب مظلوم يشكل ما جار هناك تمظهرا لبعض الأزمات الداخلية العميقة نراقب ذلك منذ فترة طويلة منذ اللحظة التي وصل فيها الرئيس الحالي للسلطة عندما فاز بشكل واضح وبطريقة ديمقراطية لكن الطرف الخاسر اختلقت جميع أنواع الخرافات بغياد التشكيك بشرعيته ليس إلا قال له سبحان الله قال له الوضع تغير خالص يا باريس دلوقتي بوتين بيطلع يدفع عن ترامب الوضع تغير خالص جو بايدن اتسأل سؤال غريب جدا ماذا سؤال غريب بجد يعني كان مفاجئ تشعر بكمية التغيرات المذهلة اللي عملها ترامب في بنية الديمقراطية الأمريكية اتسأل سؤال يعني ما كانش ممكن يتسأل ممكن يتسأل في مصر عادي جاء بل هو سؤال أساسي في مصر بس هو محدش يدر يسأله بس هو وارد إنه يحصل في مصر إنما مش يعني مفروض إنه في أمريكا قال له إيه السؤال بقى الغريب من غير يعني ما عود أشوائك قال له سألو سألو بايدن ماذا لو خسر ترامب الانتخابات ده عادي ورفض مغادرة البيت لابيت يعني ماذا لو خسر ورفض يخرج من البيت وفض المتشبس بوت النوم يحصلين هلو حيا دمشد أربع رؤساء أركان طلعوا شرحوا ترامب حكينا لك عن تفاصيل منها في الأيام الماضية وطلع واعتزار رئيس الأركان الحالي قال له فيه تلت رؤساء قابلين كلهم مزهولين من هذا الأداء وبيتنصلوا وبيرفضوا طورة الجيش في السياسة والراجل اعتذر للشعب يقال له يعني أنا بوعدك إن فيه أربعة دول هيكلوا ترامب حي وهيبقوا حرسين جدا بس نكسب ويخرجوا شكرا للمشاهدة